لتفاصيل أكثر ومن رمالة ينضم إلينا مرسل غد ضياء حشية ضياء سبب في هذا الارتفاع الذي تشده أعداد الإصابات داخل فلسطين وطبيعة التشديد الذي ستعرفه الإجراءات الاحترازية نعم كوثر السبب ربما يعود إلى عدم التزام الفلسطينيين بإجراءات الوقاية الخاصة بارتداء الكمامات وغيرها من أدوات التعقيم وما إلى ذلك هناك في الأراضي الفلسطينية لربما عودة جديدة لفيروس كورونا بصورة أعنف بصورة أكثر هناك عدد كبير من الوقاية سجلت يوم أمس قرابة 2000 إصابة عشرة وفيات بمجمل الأراضي الفلسطينية منذ بدء الجائحة وصل عدد الوفيات قرابة 2200 حالة وفاة ما يقارب 200 ألف إصابة سجلت في مجمل الأراضي الفلسطينية منذ بدء الجائحة بعد قليل ستبدأ سلسلة من الاجتماعات للجنة الطوارئ الخاصة ووزارة الصحة الفلسطينية ستناقش موضوع ازدياد عدد الإصابات والأوضاع الخطيرة والخطيرة جدا التي وصلت إليها حال المشفيات بإشغال عدد الأسرة كبيرا جدا التواقم الطبية في المشفيات أنهكت بشكل كبير جدا لربما سيكون هناك إجراءات قد تصل إلى الإغلاق الشامل حسب ما أفدنا قبل قليل وزيرة الصحة كانت أكدت أيضا ذلك للإذاعة الرسمية صبيحة هذا اليوم وقالت بأن لجنة الطوارئ ستعقد سلسلة اجتماعات لتدارس وبحث الخطوات الممكن عملها في الأيام القادمة رئيس الوزراء الفلسطيني كان يوم أمس خلال جلسة مجلس الوزراء أعطى تعليمات مشددة إلى الأجهزة الأمنية بضرورة تطبيق كل الإجراءات وإيقاع المخالفات بحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية الصحية بطبيعة الحال فيما يتعلق باللقاح وربما هذا الموضوع الخطير والحساس جدا في الأراضي الفلسطينية حتى الآن لم تطع الحكومة الفلسطينية توفير اللقاحات بصورة كاملة للفلسطينيين فقط قرابة 30 ألف جرعة وصلت إلى الأراضي الفلسطينية من مصادر مختلفة كان يجري الحديث عن تطعيم التواقم الطبية والأطباء وخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا وعدد من المرضى وكبار السن لكن البنك الدولي كان تحدث في تقرير بأن السلطة الفلسطينية أو خطة التطعيم ضد كوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية تواجه ركسان في التمويل يقدر بـ 30 مليون دولار الحكومة الفلسطينية لم توفر هذا المبلغ بمعنى أن اللقاحات لن تصل الأراضي الفلسطينية إلا إذا تم تزديد هذا المبلغ وسط دعوات من البنك الدولي للمانحين بضرورة الدعم والمساهمة في توفير هذه اللقاحات للفلسطينيين قرابة 55 مليون دولار يبلغ أسعار اللقاحات التي ستصل إلى الفلسطينيين ولكن الحكومة الفلسطينية لم تدفع سوى عدد قليل جدا 20 مليون دولار وهي تواجه نقصا كبيرا جدا يقدر بـ 30 مليون دولار بطبيعة الحال لربما هذا اليوم سنشهد مزيد من الإجراءات في الأراضي الفلسطينية قد تصل حد الإغلاق الكامل والشامل في الأراضي الفلسطينية إذا ما صدقت بعض الأنباء سنتابع معك ضياء حشية مرسل غد من رمالله شكرا جزيلا لك